مبارح كمان كان عندنا أخبار كثيرة جدا وأحداث مهمة وأبرزها متابعة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لعدد من ملفات وزارة قطاع الأعمال العام وتفقد كمان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وتهنئة القوات المسلحة للأخوة المساحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من ملفات وزارة قطاع الأعمال العام وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تحقيق الإدارة المسلحة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والأصول المملوكة لها باعتبار أن هذا القطاع ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع الصناعة اللي بيمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطني انبرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادت وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وآم رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مصنع الروتو ومحطة إعادة تدوير المذيبات والمعمل المركزي وعدد من مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة انبرح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لقداسة البابا توادرو ستيني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية وأن أحيي فيكم أعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الإخوة الأقباط وحرصوهم على الوصول بأداءهم لمهمهم إلى أرقى المستويات مؤكدين ولأهم المطلق لمصر والشعبها العظيم انبرح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المجتمع المدني في كافة المجالات ودعم مخططات التنمية الشاملة للدولة نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني مؤتمر تنسيق مع محافظة الدقاهلية وجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك في شتى المجالات وتضمن المؤتمر عرض تفصيلي لجهود الجيش الثاني الميداني في خدمة المجتمع المدني في كافة المحافظات اللي ابتقع في نطاق المسئولية أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت انبرح في محافظات مصر ولمنها إنجاز محافظة اسكندرية 100% من الشكاوى المقدمة على بوابة مجلس الوزراء بالإضافة إلى تحرير 859 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كافر الشيخ أيضا صرف الدفعة 170 من قروض مشروعات شباب الخارجين في الدهلية وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت انبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من الإسكندرية اللي أعلنت عن إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100% وده في إطار استراتيجية الدولة للتعامل مع الأزمات والاستجابة لشكاوى المواطنين في كافر الشيخ تم تحرير 859 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين وضيع اليد على أملاك الدولة وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كافر الشيخ إن قرارات التقنين بتعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة وأشد بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين في بورسعيد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن السفينة المكتبة لوجوس هوب فتحت أبوابها للزائرين والراغبين في الصعود على متنها والتجول بداخل مكتبتها اللي بتضم 50 ألف كتاب ودي بتعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم في الغربية انطلقت قافلة طبية شملة من جمعة طنطة لقرية الرجدية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى مجاناً وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1380 حالة من خلال 15 عيادة فأسوان حصل المحافظ اللواء الشرفعطية على جائزة التمييز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي وده خلال مسابقة التمييز الحكومي العربي اللي بتمنح جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات فد أهلية تمت الوافق على صرف الدفع 170 من حساب طروض جهاز تشغيل شباب الخرجين بدون فوائد بإجمال 950 ألف جنيه موزع على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة في الأليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة توفير 235 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات برواتب مبزية مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي في 12 شركة بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه في دوميات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدفع بسيارات محملة بـ 20400 طن من الرز المعبأ الفاخر درجة أولى على الوحدات المحلية بدميات وفرسكور والروضة وكفر البطيخ وده البيعهم بسعر 15 جنيه للكيلو